أسندت لجنة الحكام بالجبلاء إدارة مباراة الإسماعيل وغازل محلة في الأسبوع التاسع عشر للدولة الممتاز المحدد موعدة الخامسة مساء غدا للسلساء بالسادة الإسماعيلية إلى نادر أمر الدولة ويعونه سمير جمال ومحمود عبد السميع ورابعا مبروك نبيل والفيديو محمد عباس وشرف عبدالله قرر أحمد حسين ميدو المدير الفني الإسماعيل الاستعانة بجهود محمد هاشم قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم أساسيا في لقاء الغد أمام غازل محلة بالسادة الإسماعيلية بعد تماثوله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا بتمزق بالعضل الأمامي طلب الجهاز الفني الإسماعيل التونسي في رأس الشواط مهاجم الفريق الأول لكرة القدم التركيز في التعامل مع الفرص السهلة التي تسنح له عند مواجهة مرمى الخصم للتسجيل منها بدلا من إهضارها لترجيح كافة الدرويش أبدى محمد كوكو حارس الإسماعيل المعار من سيراميكا كيلوباطر لمدة موسم للمقربين إليه حزنه بسبب جلوسه على دقة البودلاء لافتن النظر أنه يبزل قصاري جهده في التدريبات اليومية تحت إشراف مدربه محمد عبد المنصف حتى يعود مرة أخرى للدفاع عن عرين قلعة الدرويش وجه الدكتور مجد البيض رئيس الجهاز الطبي الإسماعيل لتحذير للاعب الفريق الأول لكرة القدم أن يحفظوا على أنفسهم من نزلات البرد لتقلب التقصى حاليا حتى لا يبتعدوا عن المشاركة في المباراة الرسمية المقبلة للحاجة لجهود كل واحد منهم سواء من الأساسيين أو البودلاء